حاجة مهمة جداً خاصة بانتخابات النادي الأهلي قبل بس ما اتكلم على انتخابات النادي الأهلي عايز اقول لحضراتكم حاجة من 1907 وحتى هذه اللحظة النادي الأهلي بمبادئه وبأخلاقه وبسياساته الانتخابية اللي تم وضعها من 1907 هي اللي حنمشي بيها أو قناة النادي الأهلي هي اللي حتمشي بيها تبعاً لسياسة النادي الأهلي لأن الحقيقة ستظل دائماً قناة النادي الأهلي هي قناة جمهور النادي الاهلي وإدارة النادي الاهلي وكل شيء وبالتالي هنتبع سياسة النادي الاهلي في كل شيء في الانتخابات الحاجات اللي احنا تعلمناها من 1907 احنا ما كناش موجودين ولكن توارثتها الأجيال جيل ورا جيل ورا جيل لغاية الجيل الحالي لغاية مجلس الإدارة اللي موجود حاليا ومجلس الإدارة اللي موجود حاليا تنتهي مدته في خلال الشهر القادم أو يوم 25 نوفمبر القادم وبالتالي هتقف القناة على مسافة واحدة من جميع المرشحين خلوني أعرى لحضراتكم إيه اللي تقالي النهاردة قناة النادي الأهلي تعلن قناة النادي الأهلي أنها تقف على مسافة واحدة وسوف تمنح الفرصة لكل المرشحين وأنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في انتخابات النادي التي تجرى يوم 26 نوفمبر المقبل وابتداء من اليوم سوف تمنح القناة الفرصة لكل مرشح للحديث عن برنامجه الانتخابي ومخاطبة الجمعية العمومية كل المرشحين الحقيقة يعني كل المرشحين أبناء النادي الأهلي ويتنافسون بشرف وبحب لخدمة ناديهم ولا تمييز بين هذا وذاك إلا من خلال كلمة الجمعية العمومية وأن إدارة القناة قررت وابتداء من اليوم فتح الباب أمام كافة المرشحين على حد سواء لاستضافة كل واحد منهم مرة واحدة لاستعراض أفكاره ورؤيته للمساهمة في رفعة النادي حال حصوله على ثقة الجمعية العمومية مهم جدا 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 أن حضراتكم تكونوا عارفين هذا الأمر ستظل دائما قناة النادي الأهلي في ظهر إدارة النادي الأهلي وفي ظهر النادي الأهلي النادي الأهلي وكل اللي احنا تعلمناه وكل اللي احنا عارفينه أن سياسة النادي الأهلي بتتيح للجميع التحدث أمام جمهور النادي الأهلي وأمام الجمعية العمومية وبالتالي ستكون القناة وستتبع القناة سياسة النادي الأهلي في نهاية تفتح أبوابها لكل المرشحين ليكونوا متواجدين على حضراتكم ويقولوا اللي هم عايزينه من خلال برنامجهم الانتخابي خلال الفترة القادمة لغاية قبل يوم من باب من فتح باب الانتخابات اشتركوا في القناة